في المونديال اليوم الكرة القدم الجزائرية فقدت مثل ما تحدثنا على اسم بيرز اسم محترم اسم رئيس الرابط المحترف لكرة القدم سابقاً محفوظ قرباج اللي وفته المنية بعد صراع مع المرض ألزمه الدخول إلى المستشفى في الأون الأخيرة تنقل اليوم إلى جوار ربه عن عمر ناهزة 69 عام بمقر سكنه هنا غير بعيد هنا طبعاً منذ قليل كنا في منزله هنا بسايد حمدين سيوار الفقيد الثارة غداً بإذن الله الأربعة بمقبرة سيدرزين ببلدية براقي رحمه الله حسين آشيو اليوم كرة القدم الجزائرية فقدت هذا الاسم اسم عنده تاريخه في كرة القدم الجزائرية والله أولاً نعز كل عائلة رياضية الجزائرية وعائلة الفقيد محفوظ قرباج رحمه الله فالله ربه يرحمه ويجعله من أهل الجنة إنسان محب كثير لي كرة القدم متتبع يحب البرصة يتبع كرة القدم ويعشق كرة القدم كما قلت أنت إنسان متسامح جداً صحيح لي مدحول في لا كريتيك في كل شيء كل ناس تحبه يعاون كتير دايماً يستقبل الناس بصدر راحب دايماً البهجة والضحكة في وجهه ربي يرحمه جوز فترة صعيبة شوية كان يداوي كان في فرنسا كنت معاه في اتصال كنت عايط له في الهاتف ولكن منذ شهرين أوين الأخيرة عايط له كان شوية تعبان قال يعني تعبان كتير لا لما كان تعبان ثم أدخل من المسوس وش نقول لك ربي يرحمه والله خسارة كبيرة في فائل تكورت القدم رجال كما محفوظ قرباج ربي يرحمه إن شاء الله يجعله من أهل الجنة ربي يرحمه طبعاً واحد من الأسماء اللي كان كل مرة ولا مرة يضيع برنامج ولا مرة يضيع كل مرة نتكلم عليه ما نتكلمش عليه يكلمك حتى بالساعة عزين عامر صح؟ نعزيه عائلة محفوظ قرباج ونعزيه كل الكرة الجزائرية ونعزيه أنفسنا لأنه كان ناكتور تاعل فوتبول ناسيونال كما قال لك حوسين مباسيوني يعني يعيش كرة القدم وإنسان كان محبوب في كل قطل وطني ولو هو كان معروف كان رئيس شباب بالوزداد ويحب فريقه يعني إلى النخاع بالوزداد يحب إلى درجة كبيرة وعرف معها يعني انتصارات ولكن إنسان اللي كان يعني متفرغ لكرة القدم إلى درجة يعني 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 انسى كل شي إنسان كما قلت حاكيم يعني إحنا كثير من المرات يعني كصحفيين ولكن ما نظنش كأن اليوم قولها بيعني في هذه الساحة الرياضية رجال كما محفوظ قرباج لأنه كان متقبل يعني إنسان ما يشدش الحق لا حكيم نتذكر في حيثة من الحسس على ما أظن معاك في بلاتو تكلمنا على أشياء احنا ما كناش تكلمو على الشخص يعني بياني فيضامو كنا نتكلمو على الرئيس والله نتذكر يعني كما اليوم عيط لي صديق مقرب إلينا الاثنين الله يرحمو قال لي فالال حاج حبي يهدر معك عيط لي قال لي زين تعرفني لو كان يعني اتصلت بيك نعطيك هذه المعلومة نزيد نأكد لك يعني ما يحقد ما كان يتفهم لأنه يعرف خدمة الصحفيين وإحنا يعني كنا أيضا أنريك تفيل تير كنغلطو ولكن إنسان يعني لدارة جايح طارم الجامع صغير وكبير هم يعني طينة الرجال رجل دولة في ساحة لا رجل دولة ورجل ذو مبادئ رجل يعني الكل يعرف محفوظ قرباج الكل يعني كي يقدر يعاون شخص يعاونه والله الكلمات اليوم نظن ما تكفيش باش توصف هذا الرجل ربي يرحمه وربي يعطي يصبر إن شاء الله غدا بإذن الله ستكون يوارد طرفي في مقبرة سيدرزين بلدية براقي اليوم كرة القدم الجزائرية طبعا لما كان عايش طبعا كنا نشكره طبعا وكان ينتقد أيضا في فترات ولكن بصدر الرحب وإنسان فرحان ويكلمك وما يتعبش وإنسان ليس حقودا وإنسان فيه كثير من المميزات صحيح حكيم سيد حافظ قرباج محفوظ محفوظ قرباج رحمه الله معزي عائلته وكل عائلة الرياضية في فقدان في هذا الجلل يعني نظل لنا أخويا حكيم قرباج لا استطيع أن أتكلم عنه أكثر مما قالوا عليه من كانوا معه اليوم قريبت بعض التصريحات بعض المنشورات ومن أصدقائه ومن عايشوه حتى سين وحسين أشو لن وفي حقه حتى لو تكملنا منه لأن الرجل شجاع الرجل كانت عنده مواقف جد جد جريئة خاصة لما كانت الأمور مختلطة في كورة القدم كانت صراعات جبهات يعني كنا يعني دخلنا في رواق صعب جدا أنك تفرض نفسك في تلك الفترة ولكن قرباج سيرها بحنكتو بالرجل كما قلت أنت رجل الذي خدم سيتا كوميدوليطة وهو ما يحب يقولها كوميدوليطة خدمت باللدي حقيقة حقيقة دي ما يقولها مسكين وديني نذكر عليه كثير دي نهار حاكم ما يخص إسلام سليماني تحدثت معك ذا الشيخ أراه رايح الواحد النادي في العاصمة قال يشوف ممر قال إسلام لن يذهب إلى أي فرق ومسكين ما كان سير بقرباج ما كان بريزيدو كان يعني مسكين كان جاب دروحوا يعني الكلاب هذو كليا وراح معاه وعاونوا حتى أنه عاونوا في مشوار الاحترافي حكيم وفي تواصل دائم مع سليماني وحمزة يتوعمر تعرف جيدا هذا ومصدقاء لا فيما يخص المنتخب الوطني كان له قسط كمير في نجاح إسلام سليماني شيئ أم أبينا واليوم لما الحج اللول اللي جاءت في بري حكيم آخر مكالم معه كانت عنده كما قلت ما عنده حق كان سوء تفهم في أحد المنشور أكداد تصل قال يعني ممن لا أدري ماذا تقصد قلت له الرجل الذي يعمل لبلده ويعمل من أجل وطنه لا يستطيع أن يشك أنني أريد تحطيمه أو رجل هو إنسان وربي يرحمه وربي يرحمه وغفر الله له ورحمه الله واسكنه فسيحة جناتك لما تذكر بعض الرجال في كورة القدم كاين محفوظ قربات كاين حناس يا الله يرحمه يعني كاين يعني هذ الرجال كما نقوله حكيم ما قدروا يقعدوا بعاد على كورة القدم زي خستل لما تحشرهم تعرف تعرف قيمتهم أنا هو مريض وستظف نائسا طيب يعرف شوف حنا يعني لما قلت حكيم عيشناهم عن قرب يعني حنا نعرف الرجل قبل الرئيس ولما تعرف يعني قيمة الرجل والله يعني ولو كنا هذه الخدمة تعنا احنا صحفيين لما يعني دير عفشام ليحا نقوله أحسنت ولما يعني احنا كنا يعني في عالم كورة القدم هدو الناس يتفهموا هذا يعني يتفهموا ويتقبلوا لأن يعرفوا أن كورة القدم يعني في هذه ука يخ PU ولكن يعني هو كما كنت كلمه من ولو يعني في كورة القدم لأن أنا عرف هدو الناس يعني ما عمش أخصهم يعني كيتخرجهم من كورة القدم ولو مع الناس يعني يتخسم على أشياء تسيرية في كورة القدم ولكن دائما ما يقول لك الخير على هذا الخصم ويقول لك فلان ناس ملاحون يعني هذي الناس خليل يوم ما تلقاههم صحيح صحيح ربي يخفلوا ويرحموا إن شاء الله أفر الله له وارك أسكن الفسحة جناتها اللهم أبدله دارا خير من دارا وأهلا أفضل منها خير من أهله وزوجة خير من زوجة ربي يرحموا طبعا رئيس الجمهورية اليوم عبد المجيد تبون أرسل رسالة تعزية اللي قال فيها قضت مشيئة المولى تبارك وتعالى أن يرحل عن دنيانا المخفول له بإذن الله محفوظ قرباج الذي نفقد بانتقاله إلى جوار ربي العز إحدى الشخصيات المتميزة فلقد أثر الراحل مساره المتواصل في عالم الرياضة طلع باقتدار بمهامه مسيرا متعلقا بنبل الأخلاق الرياضية وحريسا على تطوير كرة القدم والرفع من مستواها مثل ما يشهد به رسيده على مدى سنوات طويلة الذي عززه بما عرف عنه من محامد وكفاءة وروح وطنية فيما تولى من وظائف ومسؤوليات ومن موقعه مديرا للمطبعات الرسمية هذا المصاب الجلالي يقول رئيس الجمهورية أتوجه إليكم وإلى الأسرة الرياضية بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة دعيا المولى عز وجل أن يلهمكم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته عظم الله أجركم وحسن عزائكم إن لله وإن إليه راجعون ترجمة نانسي قنقر